انا عايز بس لعيبة الزمالك ده اهم اسبوع بالنسبة لكم تركيز تدريب نوم بدري اكل صحي الوزن التركيز الزهني والبدني والفني واكتساب المهارة وسمعان الكلام والالتزام ده اهم دايما احنا كنا ببتدي معسكر اعداد لموسم جديد يقولك الوقت ده هو اللي بيوقفني على رجلي طول الموسم والوقت ده هو اللي بيقلل اصاباتي طول الموسم الاصابات بقى اللي هي العضلية وبالتالي اللي هو الشد والحاجات دي وبالتالي ده اهم اهم وقت تكون ملتزم فيه هو العشر خمستاشر يوم اللي جايين دول اللي حين بدء موسم جديد بنأمل فيه في انتصارات جديدة وبطولات جديدة عشان نفرح جمهور الزمالك العظيم وانتو في ظهركم ناس شغالة عشانكم فقط انت عندكم احلى قوضة لبس عندكم احلى دكتور عندكم احلى اجهزة عندكم سونة جاكوزي جيم على اعلى مستوى عندكم ادارة بتحفزكم عندكم مكافئاتكم المكافئة في يوميها عندكم بل كمان بيتم مضاعفة المكافئات والحافز بيكون كبير جدا عندكم طيارة خاصة عندكم اوتوبيس خاص الحمد لله رب العالمين يعني وبالتالي اتمنى ان التركيز بيبقى مهم جدا في بداية الموسم وزي ما احنا اتفقنا يا جماعة السنة اللي فاتت والقابلية انا جيت نصحت اللعيبة برغم ان هما بيمروا بظروف صعبة السنة دي يا جماعة شيء مهم جدا بطولة افريقيا بطولة افريقيا انتو شايفين كل الفرق انتو فرق تقيلة قوي وفرق قوية جدا لو اجتمعتوا على رجل واحد يعني كلكو في ايد بعض انتو تقدروا تاخدوا البطولة وتوصلوا المراحل النهائية في البطولة دي لان انتو فريق كبير وفريق عظيم وراجو مهور كبير بيكون حاضر كل المباريات واعتقد كمان مع عودة الجماهير واستعادة الجماهير بيعني نسبة اكبر بتخش الملعب وبالتالي ده هيدي حافز للعيبة اللي موجودة ويحسوا بقيمة الفانيلا اللي هما لابسنها اشتركوا في القناة